لا سلاح لاولين ولا تهديد الآخرين قالها الحلبوسي محذرا من هدم أركان الدولة وتهديد مكونات الشعب ومن قبله بساعات صواب الصدر باتجاه خصومه كفاكم تهديدا ووعيدا للحلفاء وبقع قاعة السلاح جاء الرد بعد ساعة بالسهدى في أحد مقار حزب تقدم بقنبلة يدوية في مدينة هيت الأنبارية يقول رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ردا على الاستهداف إن لغة التهديد والوعيد لن تثني توجهات تحالفه في بناء دولة مؤسسات قوية قادرة على وقف حالة الفوضى فوضى محاطة بتوتر أمني يهدف إلى الضغط بأقصى ما يتيحه السلاح المؤدلج أو السياسة المدججة بالسلاح وهي ثنائية العمليات السياسية في العراق كما يشير ساسة بارزون فالسهداف حلفاء الصدر في فريق الأغلبية لم يكتفي بالتهديد فحسب وإنما بسلسلة تفجيرات ضربت مقر أحزاب ومنازل قيادينا في السيادة والديمقراطي الكردساني سهدافة تتبرأ منها قوى الإطار وتتهم طرفا ثالثا يريد دائما خلط الأوراق وكسر شوكة البيت الواحد ووسط الانشغال بالضغط والضغط المضاد تروح العملية السياسية في حيز يزداد ضيقا كلما بدأ فريق بمناورة جديدة يقول سياسينا إن آخر مناورة الإطار كانت عبر ضرب قانون نفط كردستان فيما رد الصدر بضرب ملف المصارف الأهلية المتهمة بتهريب العملة والسيطرة على مزادها في البنك المركزي وبالتالي تجفيف منابع أموال المتورطين في هذا الملف ومع السمرار تبادل الرسائل الثقيلة بين الفرقاء يتجدد التلويح بإرباك الملف الأمني عبر تفجيرات سياسية تضرب هنا وهناك غالبا ما تتهم بها أطراف شبحية يجهلها الجميع ويعرفها الجميع